ومن هذه الجولة السياسية داخليا وخارجيا إلى أخبار الاقتصاد أخبار الاقتصاد لدى آيكا فوري فضالي آيكا شكرا إيمان شكرا أمي مول أن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول طارق الملال الاطمئناني على توفر السلع البترولية محليا في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توفر المنتجات البترولية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكستها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة من جانبه أكد وزير البترول على المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة مشيرا إلى أن وزارة البترول تراقب عن كذب حركة الأسعار العالمية للبترول وتعمل على توفير مغزون آمن تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاتثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التغطيتها للصعيد وعدد من المسؤولين وعشرت وزيرة التغطيت إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه اتثمارات أجنبية كبيرة الحجم لمصر بالشاركة مع متثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وبقيمة اتثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى وأضفتها للسعيد أن الصفقات الاتثمارية ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد وترسيخ وضع مصر كإحدى الوجهات الاتثمارية الرائدة في العالم قررت لجنة السياسة النقضية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع سعر عائد الإداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمل العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساسة وأكد البنك المركزي أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقر على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوى الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأضاف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في التحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلية وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرق نتيجة لعوامل خارجية اشتركوا في القناة قالت مؤسسة جولمان ساكس أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري ستكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري وتضفقات الاتثمارية الوافدة إلى البلاد وذكرت جولمان ساكس في مذكرة بحثية اليوما هذه الخطوة ستزيد من جاذبية السوق المصري أمام المثثمرين الدوليين وصناديق الاتثمار العالمية وأضفت المؤسسة الدولية أن الخطوة ستساعد على تحصن تصنيف العملة المصرية وعكس اتجاه التضفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية تفقد وزير البترول طارق الملا مركز التحكم في الشبكة القومية للغازة الطبعية الذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازة الطبعية جاسكو وذلك على همش نعقد الجامعية العامة للشركة تزامنا مع اليوبيل الفضي لتأسيسها وأكد الوزير في كلمة له على أهمية دور جاسكو في أتعامل مع الموقف بحرفية سواء على المستويين المحلية أو الإقليمية خاصة وأن الغازة الطبعية أصبح الآن حديث العالم ومصدر مهم من مصادر التقاة الدولية أكدت وزيرة التجارة والصناعة ليفينجا مع أن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماما كبيرا بتواجد المزيد من الإثثمارات الألمانية في السوق المصرية للاستفادة من الخبرة الصناعية والتكنولوجية الألمانية في تطوير الصناعة وخلال لقاء عقدته مع الوفد التجاري والإثثماري الألماني الذي يزور مصر حاليا لفتت الوزيرة إلى أن هناك فرص إثثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للإثثمار في السوق المصرية وبصفة خاصة في مجالة الصناعة الهندسية وصناعة السيارات لسيما السيارة الكهربائية استقبل المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهئة العامة للإثثمار والمناطق الحرة وفدا من كبرى الشركات الألمانية لبحث فرص زيادة الإثثمارات الألمانية إلى مصر وقال عبدالوهاب أن قصص برنامج الإصلاح الاقتصادي بشقيه التشريعي والتنفيذي قد نجح في كذب عدد كبير من الشركات الألمانية وأضف عبدالوهاب أن العام المالي الماضي شهد تأسيس حوالي 70 شركة بثثمارات ألمانية كما زادت تطفقات الإثثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا بنسبة 12% استقبلت مدينة الجلود بروبيكي وفدا حكوميا برئاسة سفير إيطاليا بالقاهرة لاستعرض أخرة تطورات العمل بالمدينة وإمكانية الاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في مجال صناعة الجلود ونقلها للصناعة الوطنية خلال الزيارة تم استعرض مرحل إنشاء المشروع والتطورات الحالية بالمدينة كما تم الإشارة إلى الإمكانات والمقاومة الكبيرة للمشروع الذي يشمل وحدات ضباغة الجلود ووحدات الغراء ومنطقة المائة مصنع من جانبه أكد سفير إيطاليا بالقاهرة استعداد الحكومة الإيطالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمدينة الجلود بروبيكي بصفة خاصة وقطع إنتاج الجلود في مصر بصفة عامة نهاية جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى إلى أميمة تماما منصور إليكم شكرا جزيلا لك آية